مصر بتستضيف قمة إقليمية مهمة للغاية هذا ليس جديد لكن الجديد النهاردة أن هذه القمة الأفريقية التي ترتبط ارتباط نثيقاً بتجمع الكوميسة هي قمة عقدت في مصر في العاصمة الإدارية الجديدة إذن أبواب العاصمة الإدارية الجديدة بتفتح على مؤتمر دولي هذا المؤتمر خاص بتجمع دول شرق وجنوب إفريقيا اللي هي دول الكوميسة هذا التجمع الاقتصادي الذي انطلق في عام 1994 وانضمت مصر إليه في 1998 بيضم بين جنباته عضوية 21 دولة إفريقية الـ 21 دولة برضو للمعلومات هي مصر والكونغو الديمقراطية جزر القمر، بورندي، ويريتريا، جيبوتي، كينيا، تونس، سودان، أثيوبيا، سوزيلاند، ملاوي، مدغاشقر، ليبيا، سيشيل، رواندا، موريشيوس، الصومال، زمبابوي، زامبيا، أغاندا 21 دولة أفريقية هي الدول الأعضاء هتجد في الخريطة كلهم في شرق ووسط وجنوب القرى الإفريقية الجانب الشرقي من القرى الإفريقية تجمع هذه الدول طيب إفريقيا فيها تجمعات أخرى؟ آه، فيها سلسة تجمعات التجمع الأول أو الأكبر هو تجمع الكوميسة وتجمع سادق اللي هو إفريقيا الجنوبية أو المناطق اللي فيه جنوب القرى وتجمع شرق إفريقيا الإيجاد تلت تجمعات أفريقية كل تجمع بيعمل لصالح أعضاؤه لكن الجديد النهاردة إن هذه التجمعات الثلاثة عليها أمبريلا واحدة هي منطقة السوق الحرة الأفريقية اللي دخلت بالفعل حيز التنفيذ في 2021 وده كان حلم الأباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الأفريقية اللي اسمها دلوقتي الاتحاد الأفريقي هذا التجمع بيعمل بشكل متناغم لمصلعة أعضاؤه من الناحية الاقتصادية هذا المؤتمر مصر استضافته في سنة 2000 98 دخلنا نضمنا للكميسة سنة 2000 انعقد في مصر في القاهرة أول اجتماع ومن هذا التاريخ وحتى 2021 يعني من 20 سنة فاتت لم تستضيف مصر هذا التجمع أو قمة هذا التجمع النهاردة في 2021 بعد مرور 21 سنة القمة رقم 21 في العاصمة الإدارية الجديدة وكلمة 21 دي أعتقد يعني لها ثلاث استخدامات النهاردة القمة 21 21 دولة أعضاء في هذا التجمع ومصر لم تستضيف هذه القمة من 21 سنة أتصور أنه الأهمية الواضحة المنطقية من غير شرح لتجمع 21 دولة إفريقية بشأن منقشة الشق الإقتصادي والصناعي والتكنولوجي والمجتمعي والتطوير والتنمية المستدامة إلى آخرة في العاصمة الإدارية الجديدة أولا في 21 رئيس دولة شاف العاصمة الإدارية الجديدة سواء بشكل مباشر أو بشكل عبر الوسائل الافتراضية نتيجة أزمة كورونا لكن في النهاية بقول النهاردة سعدتي ساعتين ساعت مضاعفة نظرا لأن مصر حظيت بتنظيم واستضافة الاجتماع رقم 21 لهذا التجمع المهم اللي احنا ممكن نستفيد منه لو فعلناه بشكل كبير جدا السبب الآخر للسعادة هو أنه هذه القمة عقدت فيه هذا المكان الرائع الراقي زي ما حضرتك شايفين في العاصمة الإدارية الجديدة أتصور أيضا أنه علينا أن نعرف أنه مجموعة من الأرقام خاصة بهذا التجمع عشان نعرف أهميته أولا هذا التجمع مصر انضمت له سنة 1998 وأصبحت مصر رئيس لأول مرة في سنة 2001 وطبعا عندي أهو قدام حضراتكم 21 دولة زي مؤترا حضراتكم المهم جدا بقى في الموضوع أنه عندي 583 مليون ناسمة حجم السوق المشتركة يعني عدد سكان الواحد وعشرين دولة حوالي 580 مليون ناسمة حجم التبادل البيني بين الدول الأعضاء حتى في 2020 بس 3 مليار دولار ده رقم متواضع جدا 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 وعندنا حوالي 800 مليار دولار حجم الناتج المحلي للدول الأعضاء الواحد وعشرين دولة بينتجوا ما قيمته 800 مليار دولار تقريبا نصهم مصر يعني تقريبا مصر أغنى دولة في دول الكميس الناتج المحلي الإجمال مصر 320-50 يعني تقريبا 40% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي لدول التجمع بالكامل وعندنا 324 مليار دولار حجم تجارة دول الكميسة مع العالم يبقى الرقم فيه رقمين مهمين جدا جدا عشان بس نستعرف أهمية الاجتماع النهاردة إيه أولا عدد السكان حوالي نص تريليون نص مليار أهو 580 أكتر من نص مليار نسمة يعني سوق واحد دول بيتبادلوا تجاريا بيننا وبين دول الكميسة التجارة حجمها 3 مليار دولار بس آه طب شوفوا عايزين تعرفوا أنه ضعيف جدا أو متواضع جدا مقارنة بإيه مقارنة بالرقم اللي تحت 324 مليار دولار حجم تبادل الواحد وعشرين دولة مع العالم الخارجي شايفين الرقم؟ فيه رقمين مهمين تجمع الكميسة الواحد وعشرين دولة إفريقية اللي عندنا في القاهرة النهاردة بيتجروا وبيستوردوا ويصدروا البعض بينه وبين بعض بمقيمته 3 مليار دولار رقم حلو ممكن الناس تقول ممتاز ممكن الناس تقول وحش سيبك من حلو وحش وتعالى نقارنه برقم تاني طب الواحد وعشرين دولة دول بيصدروا ويستوردوا ويتجروا ويتعاملوا مع العالم الخارجي من خارج المجموعة بكم؟ 324 مليار دولار تلت تريليون هو سبب الاجتماع بقى ان ازاي كيف لنا ان احنا نحول من هذا الرقم ونزود على هذا الرقم يعني ازاي زود التجارة البينية بين الواحد وعشرين دولة وبعض وقلل من اعتماد الواحد وعشرين دولة على العالم الخارجي اعتقد ان هذا الرقم التلاتة مش عايزين يبقى تلاتين عايزين يبقى تلتمية هل هذه الدول بينها وبين بعض عندهم امكانات تجارية وتصناعية ومنتجات وعندهم منظومة لوجستية وسلاسل امداد تسمح لهم ان هم يتجروا ويستوردوا ويعيشوا مع بعض ويقلل اعتمادهم على العالم الخارجي بهذا الرقم ويزود هذا الرقم ده السؤال المفصلي اللي علشانه الناس موجودين عندنا في القاهرة موجودين عندنا في العاصمة الادارية الجديدة عشان نناقش النقطة دي كيف يمكن ان نعظم ونزود ونزيد من حجم التجارة البينية بين الدول دي كيف يمكن لنا ان نبني قاعدة صناعية ونوطن الصناعة ونتبادل الخبرات مع الواحد وعشرين دولة اللي هم دول اللي قردتهم بحضراتكم دلوقتي ده السؤال الاساسي اللي المفروض بصدده عقد هذا الاجتماع النهاردة في العاصمة الادارية الجديدة خلينا اقول لحضراتكم انه عنوان هذا العام او هذه الدورة عنوان رائع جدا جدا وزاكي جدا جدا بيقول القمة هذه المرة عنوانها تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الاقتصادي الرقمي الاستراتيجي ده العنوان قمة العاصمة الادارية الجديدة الواحد وعشرين طبعا كانت مدغاشقر هي رئيس القمة السابقة لذلك النهاردة كان فيه كلمة ترحيب من الرئيس عبدالفتاح السيسي للضيوف ويعني خصة شكر خصة بالشكر رئيس مدغاشقر اندري رجولينا وشكروا على ادارته وادارة دولته للقمة السابقة التي استمرت ثلاثة سنوات والرئيس يتكلم فيه كلماته وقال انه هذه القمة ربما بدأت في ظل ظروف مغايرة اخر قمة عقدت لتجمع الكوميسة كان في زامبيا في لوساكا سنة 2018 ومن 2018 وحتى الان لم تعقد القمة وحدث في المياه الكثير من الاحداث التي اثرت منها على الاقل او على الاكثر جائحة كورونا هي لخباط التجمع والخطط بتاعته وقفت برامج النمو وبرامج البنية التحتية الى اخيرة فنهاردة الرئيس بيتكلم بيقولهم انه فيه متغيرين قد حدثوا اثناء هذه الفترة المتغير الاول انه فيه كورونا ما كانش فيه قبل كده كورونا اثنين انه اتفاقية منطقة التجارة الحرة الافريقية دخلت بالفعل حيث التنفيذ في يناير 2021 هذه الاتفاقية كل الدول الافريقية بتنضوي تحتها الاربعة وخمسين دول الافريقية تحت اتفاقية التجارة الحرة المنطقة التجارة الحرة الافريقية فيه اكتر من ثلاثين دولة تم التصديق من قبل برلماناتها ومجالسها النيابية والباقي شغال يعني روايدا روايدا لكن الرئيس النهاردة بيقصد انه التجمعات الاقليمية التلاتة اللي في افريقيا عليهم ان هما ينسقوا مع التجمع الكبير اللي بيجمع القرى الافريقية برمتها ثم تحدث الرئيس في الكلمة الافتتاحية الكلمة الافتتاحية اللي الرئيس النهاردة قالها تكلم فيها على اكتر من شقة تكلم فيها على التكامل التجاري الاقليمي وازالة العوائق الجمركية ليه؟ لانه احنا بنتبادل بيننا وبين بعض ما قيمته 3 مليار دولار بس في حين بنتعامل مع العالم الخارجي بتلتمية وعشرين 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 مليار دولار وده حاجة مخزية وحاجة فاضحة لذلك يجب انه زي الرئيس ما قالنا هاردة نزيل العقبات الجمركية والحواجز الجمركية بين الدول الاعضاء في اتفاقية الكوميسة حتى يمكن انه نزيد من حجم التجارة البيانية الموضوع التاني اللي الرئيس تكلم عنه التكامل الصناعي بين الدول الاعضاء ثم التكامل في قطاعات البنية التحتية وده اهم بكتير جدا ثم تشجيع حركة الاسمارات في الاقليم في الاقليم ثم التكامل في القطاع الصحي ومواجهة كورونا ثم تحفيز مجتمع الاعمال بالسوق المشتركة الرئيس النهاردة وجه مجموعة من الرسائل من خلال كلمته اتكلم على الربط البري الحلم الافريقي اللي بيربط بين دول القارة مشروع القاهرة كبتاون كبتاون في جنوب افريقيا وعلى المحيط والقاهرة في شمال القارة يبقى فيه نوطتين من اقصى شمال القارة من مصر الى اقصى جنوب القارة طريق بري اسمه القاهرة كبتاون المشروع التاني اللي الرئيس تكلم عليه في رسالة مهمة جدا النهاردة اللي هو مشروع ربط البحر الابيض المتوسط ببحيرة فيكتوريا ده مشروع تنموي لاخراج الدول الحبيسة من حبستها حيث لا تطلع على بحار او محيطات النقطة اللي بعد كده الرئيس تكلم على مصر عندها خبرات في الكهربا يمكن ان هي والطاقة البديلة والمتجددة ممكن نقدم خبراتنا للدول الاعضاء في هذا الاطار واتكلم سيادة الرئيس ايضا على البيانات والرقمنة والقطاع الصحي مجموعة رسائل كتوضحها للدول الاعضاء طبعا تجمع الكوميسة بالنسبة لمصر تجمع مهم جدا حجم التجارة بين مصر ودول الكوميسة ارتفع خلال العام الاخير الى حوالي 30% وخلال 9 شهور بس من عام 2021 واعتقد انه حجم التبادل التجاري بين مصر ودول كوميسة خلال فترة كان 3.1 مليار دولار مقارنة بـ 2.4 مليار دولار في الفترة من نفسها من 2021 اتصور انه مصر عليها دور كبير خلال رئاستها للقمة والرئيس كعته شفنا رئاسة الرئيس السيسي للاتحاد الافريقي في 2019 عمل ايه وانجز ايه لحساب القارة ولمصلحة القارة والنهاردة بعد مرور 3 سنوات النهاردة من 19-21 مصر بترجع تاني للعمل الافريقي المؤسسي من خلال رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي اللي تجمع الكوميسة واعتقد انه هيعود بالخير الحقيقي على كل الدول الاعضاء دون تمايز ودون ابطاء لانه طالما هنعمل بنية تحتية هنعمل ربط نقل هنعمل سلاسل انداد عندنا صناعة عندنا صحة عندنا رقمانة عندنا تجارة عندنا منطقة حرة جمركية كل ده هيساعد على تبادل التجاري ورفع مستوى الاداء الاقتصادي لكل الدول الاعضاء الـ 21 لينضموا بشكل فعال الى منطقة التجارة الحرة العربية مع الافريقية مع باقي الدول الاعضاء الموقع على هذه الاتفاقية طيب خليني النهاردة اقول لحضراتكم برضو انه سيد الرئيس التقى يعني مع سيد محمد المنيفي اللي هو رئيس المجلس الرئاسي للدولة الليبية الذي شارك بصفته ممثل ليبيا ورئيس المجلس الرئاسي في تجمع الكميسة النهاردة وطبعا الحوار زي ما حضراتكم متوقعين بيدور حول التعاون بين مصر وبين ليبيا وليبيا على اقابة قوسينية وادنى من استئداء الاستحقاقات الانتخابية المزمع انعقادها ان شاء الله يوم 24 من ديسمبر القادم نتمنى من قلوبنا صادقين مجردين مخلصين ان تنجح القيادات الليبية وينجح الشعب الليبي في التعبير عن ارادته الحرة في اختيار من يمثله دون ان يكون هناك تدخلات خارجية مباشرة او غير مباشرة لان ارادة الشعب الليبي لا تعلوها ارادة لا توجد اي ارادة لا اي دولة فوق ارادة الشعوب من حق الشعوب وفقا لكل القيم ان هي تختار من يمثلها لذلك ارى ان مصر في هذا الاطار واضحة تماما نحن مع دولة ليبية معحدة دون محاصصة اقليمية نحن مع توزيع عادل للثروات داخل ليبيا مع حكم الليبيين لليبيا وانه ليبيا وثرواتها للليبيين عدم القبول بوجود قوات اجنبية على الاراضي الليبية عدم القبول بوجود مرتزقة على الاراضي الليبية لابد من توحيد المؤسسات الليبية وخاصة المؤسسة العسكرية لتهدأ ليبيا تنطلق ليبيا يعاد بناء ليبيا بما يحقق في النهاية مصلحة مشتركة مصالحنا مع ليبيا هي ان يكون في استثباب للامن في هدوء في حدود بيننا وبينهم حوالي 1200 كيلو معرضة للخطر اذا لم يكن هناك ضبط لهذه الحدود ايضا التقى السيد الرئيس النهاردة على هامش القمة مع السيد اندريا رجولينا رئيس جمهورية مدغاشقر على هامش قمة الكميس وهو كان بيرأس القمة السابقة طبعا القمة اصدرت بيان ختامي هذا البيان القائد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الكلمة الختامية ما قال اسمحوا لي ان اتوجه اليكم جميعا بخلص شكر والتقدير على ما بدلتموه اليوم من جهود ملموسة ومناقشات متمرة وقال ان ما حققناه اليوم يعكس الاراضة الحقيقية والعزيمة الصلبة لدول تجمع الكميسة لتحقيق التكامل الاقتصادي الاقليمي في المنطقة وذلك من خلال تبني افضل الممارسات والسياسات لتحرير التجارة بين دولنا والعمل على النهوض بالبنية التحتية وتحقيق التنمية الصناعية والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات للمنطقة حيث خرجت هذه القمة بنتائج ملموسة تمثلت في اول مخرج من القمة اطلاق استراتيجية الكميسة متوسطة المدى 21-25 والتي جاءت كدليل على وجود رؤية واضحة ومدروسة من جانب الدول الاعضاء لتعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات واتصالا بذلك يقول الرئيس لقد اصبح لزاما علينا ان نقوم باتخاذ ما يلزم من تدابير واجراءات تمكننا من تطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين دول الكميسة بشكل كامل في جميع الدول الاعضاء وهي الغاية التي ببلوغها ستتحول التجارة البينية الى محرك اساسي لرفع معدلات الانتاج بين الدول الاعضاء وهنا علينا نشيد بالجهود المبذولة من جانب مجلس اعمال الكميسة والتي تتمثل في سعيه الدائم والمستمر للبحث وراء الفرص المتاحة والممكنة لتعزيز التفاعل بين قطاع الاعمال في الدول الاعضاء السادات السادة يقول الرئيس انطلاقا من اهمية تجمع الكميسة بالنسبة الاقتصاد الوطني المصري وايمانا بالواجب الملقى على عاتقنا للمساهمة في تحقيق اهداف تجمع الكميسة خلال عام رئاستنا للتجمع وفي ضوء ما عرضناه على سياداتكم من مساعي واهداف نرجو تحقيقها في عدد من المجالات المقترح تعزيز التعاون فيها خلال هذا العام فانني ادعوكم جميعا للمشاركة في تنفيذ هذه الرؤية والمساعدة في تحقيق تلك المساعي والاهداف على النحو الذي يخدم مصالح واهداف تجمع الكميسة وشعوب الدول الاعضاء قبل الختام يقول الرئيس لا يمكن ان ننسى ان نتوجه بالتهنئة للسيدة قاضي محكمة عدل الكميسة على تولي مهام منصبها والسادة المفاوضين الجلد بمفاوضية الكميسة المنافسة والسادة اعضاء لجنة حكماء الكميسة ونسأل الله ان يوفقهم في مهامهم الجديدة لما فيه صالح شعوب الاعضاء بنهاية هذا اليوم يقول الرئيس المليء بالنتائج المتمرة والبناءة اسمحوا لي ان انتهز هذه الفرصة قبل ختام قمتنا اليوم لادعوكم جميع المشاركة في تنفيذ رؤية مصر لتحقيق مساعي واداف الكميسة على النحو الذي يخدم مصالح شعوبها كما تؤكد على دعم مصر الكامل ومساندتها المستمرة لجميع شعوب القارة الافريقية ده كان الجزء من البيان الختامي اللي ألقاه السيد الرئيس النهاردة في ختام القمة الموجودة في مصر لتجمع الكميسة